تحية طيبة من اندباندنت عربية وإليكم النشر الإخبارية لأبرز أحداث اليوم نفت الخارجية الإيرانية أن تكون طهران قد توصلت لتفاهم مسبق مع أي طرف آخر بشأن ردها على الهجوم الذي شنته على إسرائيل وذلك بعدما نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني قوله إن إيران أبلغت الولايات المتحدة عبر دول من بينها قطر وتركيا باليوم المقرر لشن هجومها على إسرائيل هذا وواصلت القوى الدولية الدعوة إلى ضبط النفس بعد الهجوم الإيراني وحثت طهران وتل أبيب على وقف التصعيد إلى تطورات الأوضاع في غزة حيث تعرض القطاع لقصفا مدفعيا وجويا أسفر عن سقوط مزيد من القتلى والجرحى في هذه الأثناء قال الجيش الإسرائيلي إنه بصدد استدعاء كتيبتين من جنود الاحتياط لتنفيذ نشاطات عملياتية في غزة وذلك بعد حوالي أسبوع من صحب معظم القوات البرية من القطاع وبينما تحاول الدول الوسيطة التوصل إلى هدنة تتزايد المخاوف من مخطط إسرائيلي لشن عملية برية في رفاح تستضيف العاصمة الفرنسية باريس مؤتمرا دوليا بشأن السودان بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لبدء الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع ويهدف الاجتماع لبحث الأزمة السياسية وتعبئة التبرعات وتقديم معونة للسودان ميدانيا استهدف الجيش السوداني مواقع لقوات الدعم السريع شمال كردفان وجنوبية الخرطوم في حين قالت قوات الدعم السريع إنها سيطرت على كامل محلية مليط شمالية مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بعد معارك مع الجيش السوداني أمر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بتعيين الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة ويأتي ذلك بعد تقديم الشيخ محمد صباح السالم الصباح استقالته إلى أمير البلاد الشيخ مشعل بعد يوم من إعلان نتيجة انتخابات مجلس الأمة مثل الضابط السوري السابق محمد حمو أمام القضاء السويدي ليصبح أعلى عسكري سوري رتبة يخضع لمحاكمة في أوروبا على خلفية النزاع في بلاده ويبلغ حمو خمسة وستين عاما وكان ضابطا برتبة عميد في الجيش ووجهت له اتهامات المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وقالت المدعية العامة إن حمو ساهم عبر تقدم المشورة والعمل في معارك خاضها الجيش السوري شملت هجمات جوية وبرية وتسببت بدمار واسع النطاق هذه كانت أبرز أخبار اليوم شكرا لكم ولمزيد من الأخبار تابعونا على موقع أندبندنت عربية